إذنك خير وأحسن تكويلا ولا جقص ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مكتولا ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تفرق الأرض ولن تبرو الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك فسوكا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا أن آخر فتلقاه جهنم ممنوما مدعو أفأصفاكم ربكم بالبنين واتقض من الملائكة إلى أفا إنكم لتقولون قولا عظيما وقد صرفنا في عام القرآن بيذكر وما يفيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آله كما يقولون إذا لبدوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانا وتعالى عما يقولون عروا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحقه ولا إلا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما وفوا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآشرة إحجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهم وفي آمانهم وفرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أذبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نيرا إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجلا مسحورا نظر كيف ضربونك الأمثال فظنوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظار موقاتا أئنا لمبعوتون خلقا جديدا كن كونوا إجارة أو حديدا أو خلقا مما يكفر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا كن الذي فضركم أول مرة فسينبضون إليك رؤوسا ويقولون متاه قل عفا أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان كان للإنفال عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أحلم بنا في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضهم وآتينا داود ذكرى قل ادعوا الذين لعبتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبدعون إلى ربهم الوسيلة أليهم أقار ويرجعون رحمته ويقاصون علىها إن عمال ربك كان محزورا وإن من قرية إلا نحن مفلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مشطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا كمودا ناقدروا بسرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تقريبا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالماس وما جعلنا الرؤيا التي أعيناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّقهم فما يديدهم إلا بطرانهم كثيرا وإذ قلنا للملائكة الجنود آدم فسجدوا للنائم بيت قال أكتب لمن خلق تقينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخفتني إلى يوم القيامة وإن أحتركن مضغيته إلا قليلا قال ذهبك من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفوا واستفز من استطعت منهم بصوتك وأدلق عليهم بطيبك ورجنك وشاركهم في الأموال والأولاد وعالهم وما يعدهم الشيطان إلا بررا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزدي لكم الفلك في الأحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إيئا فلما نجاكم إلى المر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أم أمنتم أن يخصف بكم جانب المر أو يخصف عليكم حاصبا فلما تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيغسل عليكم قاصبا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البحر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من فلقنا تفطيلا يوم ندعون كل أناس من إمامهم فمن أودي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون خكيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآجرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنوا مجعا الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتقنوك قليلا ولولا أنذبتناك لقد كت جركا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضحف الحياة وضحف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانتوا ليستفذونك من الأرض ليقضلوك منها وإذا لا يلبطون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة ما تحضيرا أفهم الصلاة لدنوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدئلني مدخل صدقا واحرجني مخرج صدقا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق ونهق الباطل إن الباطل كان دموقا وننذل من القرآن ما هو شباء ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآل ذاته وإذا مسروا الشر كان يخوزا قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أكدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا خليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن مطلم كان عليك كفيرا قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يكتوا بمثل هذا القرآن لا يكتون بمثله لا يكتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضخيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مطل فأما أكثر الناس إلا بكرا ترجمة نانسي قنقر